أهو خطأ أم مقصود ما حدث أن تطال ضربات الطائرات الروسية ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا في شمال السوري وتوقع إصابات في صفوف عناصرها وأغلبهم من الوحدات الكردية ومع أن تصريحا للجيش الأمريكي أكد فرضية أن تكون الغارات وقعت بالفعل عن طريق الخطأ إلا أن نار الخلافات بين موسكو وواشنطن التي أطاح لهيبها مؤخرا بمسؤولين أمريكيين في إدارة ترامب لا تحتمل أن يسكب عليها المزيد من الزيت كما أن مفاوضات والتحالفات دولية ترسم من خلف الحدود استعدادا لمعركة الرقة لا يبدو حتى الآن أن لروسيا دورا فاعلا فيها لا سيما حديث قائد عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق الجنرال ستيفن تونسند عن مفاوضات تجريها واشنطن مع أنقرة حول مشاركتها المحتملة في عملية الرقة الجنرال الأمريكي أبدى توقعاته بمشاركة قوات كردية بشكل أو بآخر في سيطرة على الرقة مشددا على أن واشنطن حصلت على تأكيدات من الأكراد في شمال سوريا بأنهم لا يخططون لمهاجمة تركيا ولا يمثلون تهديدا لتركيا بل هم بالعكس يتطلعون إلى العمل البناء معها إلا أن التصريحات الأمريكية قوبلت بتهديد من الجيش التركي بأنه سيغلق قاعدة إنجرليك الجوية أمام الطائرات الأمريكية في حال استمرار دعمها للوحدات الكردية في عملية الرقة صحيفة ييني الشفق التركية أشارت إلى أن مباحثات حول عملية الرقة ما زالت مستمرة بين تركيا والولايات المتحدة مباحثات تسعى أنقرى من خلالها لضمان أن تقدم واشنطن دعما عسكريا للقوات التركية وفصائل الجيش الحر ضمن عملية درع الفرات